اشتركوا في القناة الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد الموفدة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى المواطنين الكرام سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة على مملكة البحرين قيادة وشعبا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات بعد ذلك أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدة إلى المملكة المتحدة وبلقاء جلالته مع جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية لدور مثل هذه الزيارات في تمتين وتوثيق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين الصديقين وفي ضوء الزيارات الميدانية التي يقوم بها سموه إلى المناطق المختلفة للوقوف على مستوى الخدمات الحكومية فيها ورصد احتياجاتها ومن بينها زيارة سموه لمدينة الحد مؤخرا فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في استكمال البنية التحتية في مشروع الحد الإسكاني وسرعة توزيع وحداته الإسكانية على المستفيدين وإتمام الخدمات والمرافق والمشروعات التي تخدم أهالي الحد وكلف سموه وزارة الإسكان والجهات ذات الاختصاص والعلاقة بذلك وعلى صعيد ذي صلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مراعاة تلبية حاجة المواطن من كافة الخدمات ويكون صوته دائما مسموعا لدى الجهات الحكومية وأن تبادر الوزرات والهيئات الخدمية بالرد على ملاحظات المواطنين وحل شكاويهم التي تثار في وسائل الإعلام دون إبطاء أو تأخير مواجه سموه في هذا الصدد الجهات الحكومية المعنية إلى النظر في ملاحظات المواطنين في البحير بشأن قطع الكهرباء والشكاوى من بعض أهالي قرية القلعة بخصوص الإسكان وحلها بعدها نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية مؤتمر بوابة الخليج الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبما شكله هذا المؤتمر من إضافة جديدة لمبادرات جذب الاستثمارات وبدوره في التعريف والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد والدول الشقيقة بالمنطقة بعد ذلك شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة مراعاة النوعية والجودة عند شراء الأدوية وأن تشدد الرقابة على مشتريات الأدوية وتقوية أجهزة الرقابة عليها للتحقق من سلمتها وفعاليتها ومأمونية استخدامها وفق الأطر المعمول بها والمتوافقة مع منظمة الصحة العالمية ووجه سموه وزارة الصحة بالتنسيق في هذا الخصوص مع المجلس الأعلى للصحة ممثلا في اللجنة الوطنية للأدوية والمستلزمات الصحية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية أولا اعتمد مجلس الوزراء قائمة جديدة بالأشخاص والتنظيمات التي صنفهم ضمن الأفراد والكينات الإرهابية وادرج مجلس الوزراء مجموعة من الأفراد والكينات الإرهابية ضمن قائمة البحرين للإرهاب وكلف المجلس الجهات الرقابية ذات العلاقة والاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية ثانيا في إطار متابعة مجلس الوزراء المشاريع الحكومية الهادفة إلى توفير بنية تحتية ذات معايير جودة عالية تلبي احتياجات البحرين الحالية والمستقبلية من خدمات البنية التحتية وتحديدا في قطاعات الطرق والصرف الصحي ومشاريع البناء فقد عرض سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المشاريع التي تم طرحها في مناقصات خلال الربع الأول من العام 2018 وعددها 41 مشروعا طرحت في مناقصات بقيمة تقديرية قدرها 52 مليون دينار بحريني بينما تم إرساء مناقصات لأربعة وثلاثين مشروعا بكلفة تتجاوز 148 مليون دينار بحريني في القطاعات المذكورة ثالثا وافق مجلس الوزراء على اعتماد ميزانية المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي ليواصل المركز الذي ينطلق بعملياته من مملكة البحرين دوره في الحفاظ على التراث الإنساني العالمي في الوطن العربي وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الشؤون مجلس الوزراء رابعا بحث مجلس الوزراء فتح فرعا في مملكة البحرين لشبكة العالمية لريادة الأعمال التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية خامسا وافق مجلس الوزراء على تسجيل اتحاد الكيميائي نخليجيين في مملكة البحرين وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة سادسا أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية ثلاثة مشاريع قوانين مشفوعة بمذكرة برأي الحكومة حولها الأول مشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة المعد بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى والثاني مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم خمسة عشر مكرر إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ثمانية وأربعين لسنة ألفين وعشرة المعد بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب والثالث مشروع قانون بتعديل المادة اثنين وعشرين من المرسوم بقانون رقم خمسة وعشرين لسنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة المعد بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب اشتركوا في القناة